ولأن توسيع قاعدة الاستقرار هي الأساس لكل النشاطات المسؤوليات أكد مصدر أمني أن قوات أمنية مشاركة انطلقت من محورين لتنفيذ عمليات تمشيط واسعة في محيط جسر الزرق شرق صلاح الدين وأضاف أن العملية تشمل ثلاثة مناطق بشكل مباشر ردا على الهجوم الإرهابي الذي سادف نقطة مرابطة للحجر الشعبي وأسفر عن استشهاد وإصابة خمسة مقاتلين وأشار إلى أن العملية تعتمد على أهداف تم تحديدها من قبل المفارز الاستخبارية من أجل تعقب خلايا داعش الإرهابي في عمليات تمشيط